موسيقى موسيقى أهلا أحبانا مشاهدينا في كل مكان برحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح في عالم مليء بالاضطرابات الشخصية والنفسية كيف نواجه كيف نتغلب على كل هذه الاضطرابات الشخصية والنفسية عالم مليان في أحداث كثيرة في أخبار من كل أنواع الأخبار اللي بتزعج سواء الأخبار السياسية الأخبار الاجتماعية الأخبار الدينية وعلى يعني فوق كل هذا اللي عم بمر في العالم الجائحة الكبرى اللي هي الكوفيد أو الكورونا 19 وطبعا كيف ممكن خلال كل هذه الظروف اللي منمر في كل أنواع التحديات وكل أنواع الاضطرابات هل ممكن أن الإنسان يتغلب وكيف ممكن يتغلب على كل هذه الصعوبات اليوم أنا بشجعك أنك تشاهد هذه الحلقة لربما أنت تمر في نفس هذه الظروف ومحتاج للمسة شفاء لمسة إلهية ولربما أنت بتمر في ظروف قاهرة من سيء إلى أسوأ الأخبار الحلوة اليوم أنه هاي إلك الأخبار لأن الله بيحبك وأن الله عاوز يعمل شيء خاص في حياتك ابكوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير سأعود بعد هذا الفاصل القصير أهلا أعزائي المشاهدين أنتم تشاهدون برنامج ليك النور على القناة الفضائية قناة الحياة وموضوعنا اليوم في غاية الأهمية موضوع بهمك أنت شخصيا ومهم أنك تشاهدوا وتشجع آخرين أن يشاهدوا هذه الحلقة بعنوان كيف نتغلب على الإضطرابات الشخصية والنفسية يسرنا أن أستضيف صديق غالي على قلبي الدكتور القص نيكولا ياسمين الأسيس نيكولا هو راعي الكنيسة الإنجلية المعمدنية الكتابية في مونتريال وهو هذا موضوعه متخصص في هذا الشيء فهو متخصص في علم النفس والمشورة المسيحية أهلا وسهلا أخ نيكولا نحن مبسطين أنك تكون معنا أهلا فيك امتياز أن نكون معك خيي ومع الأحبة اللي بتابعوك فالرب يعطينا وقت حلو نتكلم فيه مع بعضنا البعض شكرا على دعوتك حبيبي أنت معلم للكلمة وخادم للإنجيل وفي نفس الوقت متخصص في علم النفس والمشورة لما بتسمع العنوان كيف نتغلب على الإضطرابات الشخصية والنفسية هذا بيقودنا للاستنتاج أنه فعلا فيه اضطرابات شخصية وفيه اضطرابات نفسية كخادم كراعي وكمتخصص كيف إذا ممكن تشاركنا شوية عن الموضوع قبل ما نبتدي في الأسئلة حيب أن أبدأ بقراءة آية من رومية رسالة بولوس الرسول إلى أهل رومية ساعة خمسة والآية اتناعش بيقول من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد أي بآدم دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع أخطأ آدم فورثنا منه الخطيئة وبالتالي أخطأنا نحن بالإرادة أيضا أخطأ الجميع وإجتاز الموت إلى الجميع تماما فشو علاقة الآية بموضوعنا هو أنه نحن نعاني من عدة أشكال من أشكال الموت لما نفكر بالموت بالمعنى البسيط السطحي نفكر بشخص فارق الحياة ويجري جناس تودفنا لكن الموت لن يأتي علينا بل نحن نعيش الموت وفي طريقنا إلى الموت على عدة أصعدة موت روحي بعلاقاتنا مع الله أدبي وأخلاقي مع ذواتنا وموت جسدي وهذا يظهر بأمراض ومعاناة منها الجسدي ومنها النفسي ومنها الفكري ومنها ومنها الصورة قاتمة للأسف عن بشريتنا نحن أمواتنا تحرك والموت يظهر فينا بأشكال مختلفة تعددت الأسباب والموت واحد عن الموت الجسدي وربما معنويا ينطبق نفس التعبير تعددت المعاناة والألام والمشاكل ولكن الموت يعمل فينا ولكن مع أنه العنوان يقول أسباب الاترابات لكن باقي العنوان وعلاجه هناك علاجات نشكر الله أوقات علاجات طبية أوقات علاجات نفسية وفوق كل علاج مسيحي الذي سنتأمل فيه اليوم نحن في موضوع الحلقة الاترابات الشخصية والنفسية والسؤال الذي أريد أن أسأله أولاً ليه؟ لماذا توجد اضطرابات عند الناس؟ وإذا ممكن أوجه السؤال كمان بشكل تاني ما الفرق بين الاتراب؟ لأنه ذكرت الشخصي والنفسي أو العقلي أيوة نحن خاصة أخ نزار بمجتمعنا العربي هناك تعتيم على الموضوع وكأنه عار أو عيب أحياناً لما في عائلة فيها شخصي يعاني مشاكل أو اضطرابات عقلية أو نفسية مرضية خاصة يخبوه ينكروا يسفروه ولكن مثل اللي يتخبى بخيال أصبعه وما فيك تتخبى كلنا نعاني بأشكال معينة بشكل مرضي أو بشكل سطحي بسيط وهناك بعض الفرق يصعب اختصاره لأنه نحن ندخل العالم كبير جداً جداً ومع الاكتشافات والتقدم لا تزال العلوم النفسية في يعني التطور إذا ما قدي يقول بدايتها هناك أمراض عقلية شخص مريض عقلياً ومش عاب مش عاب ويمكن لشخص مريض عقلياً إذا تعالج صح عن الطبيب وتعالج نفسياً صح وروحياً صح معلش إيش تقصد لما تقول مريض عقلياً يعني هناك خلل في عقله في تفكيره في الكيميائيات حاجة جسد يعني في حاجة في قد تكون بالورتي جناتك بالجينات تبعه مثل ما مرض القلب مناخده من أهلنا بتقول في عائلتنا هناك مرض قلب في عائلتنا هناك مرض مثلاً للسرطان خاصاً سرطان للبروستيت فبصير أبوك عمك فلازم أنت تفحص أكثر من غيرك لأنك معرض تاخدها حتى لون بشرتنا حتى هر الشعر نأخذ من أهلنا بالجينات ومنها الأمراض العقلية وهناك العديد من الأمراض العقلية بأشكال مختلفة لكن التعتيم والتخبي والإنكار أنا ما بني شيء ابني ما بي شيء زوجي زوجتي ما بي شيء هاي مثل واحدة بيقول لماذا لا نخجل إذا كان عندنا مرض السكري ومرض الضغط ومرض الكوليسترول أو غيره أو غيره ونذهب للطبيب ولأكثر من طبيب ونأخذ الدواء ونقول نشكرك يا رب على الدواء لما نأتي إلى هذه الناحية وكأنه عايب وكأنه عم نقول عن الشخص أنت مجنون هالتعبير الفضيعة وعناك أيضاً أمراض نفسية هي غير الأمراض العقلية لأنه تتعامل أكثر مع النفس تتعامل أكثر مع الطباع تتعامل أكثر مع المشاعر هناك أيضاً غير الأمراض النفسية هناك الاضطرابات الشخصية وريد أن نركز على هذه الفئة أكثر من غيرها لأنه هذه لا تخضع كلها تحت إطار الأمراض لأنه شخصية مضطربة تتعامل أكثر مع النفسية وتقسم إلى ثلاث أقصام تتعامل أكثر مع النفسية العنقود الأول والثاني والثالث ثلاث أمراض أربع أمراض أو خلين نسميها اضطرابات لأن كلمة أمراض تخيف الناس وربما أحد أحب المشاهدين عنده هذه المشاكل وهو لا يعلم ولكن هناك أنماط من التفكير والشخصية والتعامل التي على أساسها يجري التحليل ويقال لشخص أنت ربما على الأكيد أو ربما في هذه الخانة أو هناك خانتين أحياناً مثل شخص يعاني من الكوليسترول أو كوليسترول والضغط أو الضغط والسكري فأحياناً تتداخل الأمور مع بعضها البعض وهناك صعوبة أحياناً لأن هذه الأمور قد تظهر أكثر ربما تتغير مع الإنسان لأن الأمور الفيزيائية لو كسرت يدي وعشرين واحد عملوا لي أكس راي لإيدي وأريت الأكس راي لعشرين طبيب رح يقولوا لي كل نفس النتيجة الأكس راي تظهر أن يدك مكسورة في هذا المكان لكن الأمور النفسية تتغير أنت ذكرت أن تلت عنقيد أيه الممكن أن نوضح لنا أنا عن بعضها المقدمة لأنه تتغير الأمور النفسية ممكن واحد يكون حالته تدل على أنه في هذه الحالة ويصابة ضغوط في الحياة يصل إلى حالة الأخطر فأول ثلاثة منها حتى ما دخل في الأسماء هي حالات مرضية يعني تحتاج إلى علاج خطيرة إن لم تعالج هن ثلاثة والعنقود الثالث هم أيضا ثلاثة لكن هي أمور بسيطة منها مثلا ما يسمى OCD Obsessive Compulsive Disorder أي القهري الوسواس القهري هذا الشخص الذي يريد أن يغسل إيدي كثير يتأكد كل يوم يسكر البواب وشبابيك مثلا أو يطفي الضوء ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة هناك نمط من التفكير بس هذه أمور بسيطة لكن اللي هم بالوسط اللي هم صعبين وأراهم في بيوت كثيرة لكن الناس صعب يعرفوا وصعب يعترفوا بوجود هذه الحالات هناك الشخصية مثلا تسمى نرجسية هيدا اللي شايف حقه وشخصه كبير مش بالمعنى البسيط فلان نرجسي لأنه يحب البصح له أو لأنه شايف حاله أيوة شايف حاله لأنه أكتر من هكه حالة عصبية يشعر بأنه رأيه مهم شخصيته مهمة لازم يعتبر لازم الكل يسمع له إذا ما سمعوا منه بهاجم وغيرها وأكثر شخصية التي يصعب علاجها هي شخصية التي تسمى الحدية على الحدية مش بمعنى الاحتداد ولكن معنى الحد الحدود على الحدود فهذا الشخص يلي دائما متوتر يشك في دوافع الآخرين يخاف أن يخسر الآخرين يخاف من العزلة أو يخسر محب وحتى ما يخسروا بهجمه فبيخسروا فهو بيعمل الشيء ونقيده في نفس الوقت وإيش فيه ناس منها فيه الشخصية اللي بتتسمى هستيرية مش بمعنى المهستر ولكن هذا الشخص اللي كتير بهمه رضا الآخرين فكلم حلم الآخرين بترضيه وكلم حلم الآخرين تشعر أنه أنا لا معنى لوجودي أنا مكروه أنا أنا فشوف أنا بطرح بعض الأمور الصغيرة البسيطة وتحت كل خانة هناك خانات وأشكال مختلفة لنشوف أنه أحيانا الأمراض أو الاترابات الشخصية أو العقلية أو النفسية أو العاطفية أو أحيانا تكون مشاعرية إموشنال ديسوردرز في عندك مانتل سيكولوجيكول برسنال إموشنال ديسوردرز هذه ليست ضرورة يكون شخص عنده أي حالة من هذه لكن بسبب ظرف معين أو صدمة معينة حرب خوف اغتصاب فقدان حبيب بصير معه اكتئاب في ناس بسمون بيقولوا صار معه برن اوت هاي مثل الدبريشن مثل الاكتئاب لكن أكتر في مجال العمل الناس اللي بيعملوا بالآخر بيوقع الانكزايت هو المرض النفسي الأول الأكثر شيوعا في نورث أمريكا القلق القلق عند النساء أوقات بقولوا لا أكتر هو الاكتئاب لكن عموما القلق من مننا اللي يعاني من القلق ومن الهم فهيدي مش أمراض لكن حالي وممكن إنسان يوقع نتيجتها وأوقات محتاج أنه يفكر يشوف ليش وقعت يغير ظروفه أحيانا بيحتاج الإنسان لبعض الأدوية لأنتي دي برسن ضد الكآب أو بيسموه اموشل ستابيلايزر يعني بتعدل المشاعر فمش غلط مش عايب إنه الإنسان يلجأ لعلاج لكن العلاج بالدواء لا يكفي مثل شخص مثلا عنده سكري فإذا أخذ دواء للسكري لا يكفي ولازم وقف أكل السكر فلازم لاتنين مع بعض نفس الشي إذا فيه هيجان في الداخل اكتئاب المكتئب ممكن يفكر بالانتحار مش ضروري يعملها لكن يشعر لا معنى لوجوده ولا لحياته وتأثر على كل علاقاته فإذا كان وصل للحالة المرضية والطبيب يقرر لازم يأخذ الدواء لكن دائما علاج المسببات ونمط الحياة العملية والروحية هي اللي بتساعد الإنسان يرجع يطلع منها إذا كان الإنسان عنده مرض مزمن مرض عقلي أحيانا هذا الدواء يساعد على تعديل تعديل واستقرار الإنسان لكن لما بوقف الدواء بيرجع لأنه موجود فهو قد فيه علاج مدى الحياة وهذه الأمور مش هو نفس الإنسان بقررها وياه ما شفت أشخاص بيقول أنا خدت الدواء أنا صرت كتير منيح لكن ما بدي أعتاد عليه وقررت وقفه هاي الإنسان بس يؤسس لإنتكاسة أخرى بدون ما يرجع للطبيب بقول لحبيرنا ما فيك أنت تقرر يعني هالموضوع في أطباء يمكن يبالغوا بإعطاء أدوية كتيرة ولها تأثيرها السلبة لكن ما تقرر أنت من زادك لأنه بتصير نكسة أوقات أصعب من خلينا أصيغل السؤال بشكل تاني يعني إحنا حكيت عن الفرق بين الإضطراب النفسي العقلي الشخصي هل المؤمن يمرض نفسيا أيضا السؤال كتير مهم وكتير حلو ووجهت هالصعوبة مع عدة ناس في شخص بعرفه يلي الطبيب يعني عمل دياجناصيز تخمين لحالته أنا بعتزر وقت بفتش على الكلمة التقنية في العربية التشخيص أنه عنده سكيزوفرنيا مرض الفصامي فأخذ الدواء لوقت معين وكتار من حوله أنت مؤمن ما يجب أن تأخذ هذا الدواء أنت ابن الرب اترك هذا الدواء وترك الدواء وأصيب بحالة انهيار كامل استدعاه المكوث في مستشفى الأمراض العقلية النفسية لأشهر بعدين لما طلع كان يأخذ أدوية كثيرة تسبب له كثير سايد افاكس يعني أمور مزعجة لكن كيف أنا مؤمن أصاب بهذا المرض وكن دائما أسأل هذا الشخص أبوك عنده مرض القلب نعم هل لازم يخجل يأخذ دواء مرض القلب لا وليه أنت خجلين بهذا الدواء أنا هذا أمر مختلف تباتل أنه فيها استجما في هذا التصور يعني أكيد مش غريب عليك كراعي أنت كأسيس أنه كتير مرات بيعتبروها مرض روحي والبعض الآخر بروح للإكستريم لتطارف أن هذه ضربة ضربة شيطانية أو لازم تخرج شيطان منه أو كده لكن هذه حالة أنت تتكلم عنها المهم هذا الشخص كتير من أصدقاء ويشعروا أنه شي طبيعي أبوه يأخذ مرض القلب وأمه مرض لمرض الضغط وأخوه لمرض لكن هو حتى إلى أن الله أعاني ومش دائما بنجح بهذا الأمر أنا أو غيري أني أقنعه أنه يغير نظرته للدواء من عدو إلى صديق فلما قبل الدواء كصديق وفهم أنه المرض العقلي هو بسبب جينات فيها خلل أو كيميائيات عدم التوازن فلما يأخذ بانتظام الدواء تخلص من أربع أصناف من الأدوية الثقيلة والدواء البسيط الذي يصل إلى أقل دوزج لأقل معدل معين وهو لسنين يعمل حياته طبيعية فرحان بالرب وفرحان بحياته فتمنى الفكرة أنه إذا كنا مؤمنين بإمكاننا أن نمرض أي مرض لكن يجب أن نطرد الأمراض النفسية وأن هناك ناس ينتهروها كشيطان أأمرك أيها المرض يا أخي المرض منه شخص ليؤمر هو حالي أوقات الله يتدخل ويشفينا بحالة معجزية ورأيناها مرات كثيرة وأحيانا الله يتدخل من خلال هذا الطبيب أو هذا العلاج ويجب أن نأخذه بشكر وشكر للرب وشكر للطبيب ما هي مسببات الإضطرابات النفسية؟ مسببات عديدة وكثيرة ولا يمكننا بالحقيقة إحصائها أعطيك على سبيل المثال مثلا عامل الوراثة كما قلت أحيانا تشوف في عائلة في اكتئاب مرض اكتئاب نشجدة للعمة للأم للأب وهذا يجوز على اتنين يعني ساق مؤمن أو غير مؤمن نحن بشر يعني نحن بشر نحن مؤمنين بشر مصرنا أنصاف آلها هلنا رح نشوف بعض بالعلاج كيف أن الله يعمل في حياة المؤمن بشكل رهيب وعجيب أكثر من حياة غير المؤمن ليس لأن هذا أفضل من ذاك ولكن لأنه أسلوب العلاج هنا يختلف عن أسلوب العلاج هناك لكن هناك أيضا صدمة تروماز بحياة ولد أو بنت تعرض للتحرش أو الاغتصاب بعمر مبكر خاصة من فترة مستمرة وخاصة من شخص قريب وهنا بدي أقول للأهل ما يكونوا نييف ما يكونوا مغفلين بسطاء ساذي نحن شو منقول للأولاد نتبهوا من الغرباء نتبهوا في المدرسة نتبهوا من الأولاد نتبهوا من واحد من كل أربعة في نورث أمريكا ويمكن نسبة متشابهة في أماكن أخرى من الناس والآن ربما النسبة تغير للأسوأ تعرض للتحرش الجنسي في عمر الطفولة عمر طفولة من عمر 13 ومدون تعرف من هي بنسبة 79% ممن يتعرضوا للتحرش حدا من العائلة حدا من الأقرباء حدا من أصدقاء الأقربين للعائلة فبينهم أنه نحذر أولادنا من الغرباء التحرش يتم في البيوت فهالولد اللي خاصة من حدا من الأهل أو حدا من الأخوة الأكبر منه أو أكبر ونحن نفكر دائما من البنات الأولاد الصبياني يعني الذكور يتعرضون لتحرش الجنس من ذكور أكبر منهم بنسبة فوق أحيانا البنات في دوائر معين فهذا الولد يعيش يحمل هذه الألام معه كل حياته ولما بيتزوج إذا ما عالج الأمر بيكون في نوع من الخلل والست يعني بتخاف من زوجها أو تنظر إليه وكأنه إلى آخره عنف الحروب ينا بشوف الأولاد اللي أخدوهم مثلا دواعش وإلى آخره وعملو لهم غسل دماغ وعطوهم سلاح يروح يقتلوا أهلهم لأنهم كفار مثلا هيدا شو بدي يطلع لما إذا ما تدخلت نعمة الله في حياته أدرك هذه جروح نحملها مدى الحياة للأسف في شخص حبيب مؤمن خارم للرب طيب بركي لي عمره فوق 80 سنة يخدم الرب محب قال لي لحد هلأ بوع في الليل مذعور لأني أحلم أنه أبي حامل العصر وراكد وراي اللي يضربني هيدا كان يصير صغير بسبب عنف أبو غافر لأبو أبو صار في الدنيا تاني لكن الأمور باليقظة فيك تطردها أنا أريد فكر هذا التفكير لكن أنت ونائم موجودة أمور موجودة فينا الله يعطينا غلبي يعطينا نصر عليها لكن أحيانا ترافقنا هناك نشأة اجتماعية معينة بتعلم الناس أنه مش بتمردهم لكن تقول مثلا نشأة تقمع النساء مثلا فهالنساء معرضين أكتر من غيرهم يعانوا الاكتئاب ويعانوا القلق ويعانوا بعض الأمور خاصة تعرفوا للعنف الجسدي هناك ضغوط الحياة العصرية التي نعيشها يلي الإنسان ارجع بس ستين سبعين سنة لورا قبل الميديا وقبل الكهرباء وقبل مئة سنة وحياة الإنسان كانت بسيطة الرجل يعمل في الحقل الأمرأة تعمل في البيت الأولاد يساعدون إما في الحقل إما في البيت لأن المدرسة كانت سنة سنتين ثلاثة لا يتعلم المسا يتعشوا مع بعض ويطفوا الأنوار ويخلدوا إلى النوم لا ضغوط الميديا ولا كل الأمور ولا الشغل والسهر والركض وبدنا ننجز وكل المصاريف وكل التأمين وكل الفواتير هذه كلها ضغوط علينا لأحيانا الإنسان لسبب استعداد عنده أو عنف الضغوط يقع في مكان معين خذ إضافة إلى ذلك صدمات الحياة خذ إضافة إلى ذلك العنصر الروحي اللي هو الخطية و نتيجة الخطية الذنب بس خذ هذا هو الشغل تان مثلا إنسان يسرق يختلص من عمله عايش بخوف مستمر عايش بقلق مستمر إن يكشف أمره وإن كشف أمره طرد من عمله ربما راح إلى المحكمة فحكم بسجن أو تعويض مالي وإذا عنده ضمير الشعور بالذنب إذا حدا مدحه بقول له أنا أهنئك أنت إنسان مخلص بقول له شكرا لكن من جوا بقول أنت يا حقير يا ممثل أنت السارق اللص أشكر الله إنه ما بيعرفوك أنا في واحد قال لي أنا بقى في دم رأي لمشت شعري بتطلع فقط على شعري لأنه ما عندي جرى أتطلع بعيوني بالمرآة لأنني أشعر بالخجل من نفسي شعور بالذنب شعور بالقلق فهذا الشعور بالذنب خدنا السارق هو أمر بسيط لأنه منفصل على الإنسان خذ الذي مثلا يخون مرته بيجي لعند مرته أنت حبيبة أنت حبيبة بقلبه أنا إنسان خائن أنا أشكر الله أعطاني إياك زوج مخلص كل ما مدحته كل ما شعر بالجرح أكتر لأنه في داخله في هذا الجهاز الذي اسمه الضمير يوجد إصبع الانتقاد والاتهام له ويقول له أنت لست كما تظن كما يظن وهذا بيخلق كل أنواع ردات الفعل وكل أنواع الغليان الداخلي كل أنواع فالمسببات كثيرة كثيرة جدا بالإضافة إلى ضعف ما بيكون موجود عند الإنسان شوف مثلا الناس الذين يعانون الفوبيا وهي عشرات الفوبيا الفوبيا أي الهلع أو الخوف الذعر الخوف من الحشرات الخوف من الكلب الخوف من الظلمة الخوف من الارتفاع من الأفعى من الطيران الخوف من الحيوانات وقات الخوف من أشياء تضحك مرة في ست عندها خوف من الألومينوم راب بس تشوفه أو تسمع صوته تنفجر بالبكاء هذه علاجها أسهل من غيرها بس أدي عنا مخاوف أحيانا طبع الإنسان ما حكينا عن الطباع هناك أربع أو خمس طباع أساسية إذا أحد يهمه في كتاب لا تم له أديم اسمه الأمزجة البشرية وقدرة الله يتناول الموضوع بشكل بسيط أربع أو خمس أخوة بالبيات تتعرضوا لنفس المشكلة واحد ينتصر عليها وواحد يقع تحتها لماذا؟ ليس لأن هذا أقوى وهذا أضعف وهذا أذكى وهذا أغبى لكن هناك شخصية جريئة صلبة هناك شخصية عاطفية هناك شخصية ناعمة طرية هناك شخصية انطوائية فأنا تفاعل بطرق مختلفة ولكن كل إنسان مننا لابد في وقت الأيام من الأوقات يتعرض للإتراب إما المشاعر إما الشخصي إما النفسي إما العقلي بنسبة مختلفة فخلينا نكون متواضعين يقول له يا رب ارحمنا أنت شافينا أنت تعطينا السلام والرب قادر أن يشفي أكيد أكيد ويعني لازم ندخل على العلاج كمان بس أحب أن أعطي فرصة للمشاهدين إذا أنت محتاج لصلاة ومحتاج لرعاية ومحتاج حد يوقف جنبك ممكن ترفع سماعة التلفون وتتصل أو تواصل معنا عن طريق الفيسبوك ودائما منحب نسمع منك وتأكد أنه في جيش من المصلين اللي بيرفعوك وبيهتموا فيك شخصيا سأعود بعد هذا الفاصل موسيقى 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 أهلا أحبائنا المشاهدين حديثنا في هذه الحلقة مع الدكتور القس نيكولا ياسمين كيف نتغلب على الاضطرابات الشخصية والنفسية أيضا نيكولا قبل ما نفوت على شو هي العلاجات المحتاجة بس بلاحظ من خلال الخدمة أنه في كتير ناس بتيجي ليسوع المسيح وبتآمن بس مع إيمانها جايبين أو حاملين سيمترلة كبيرة من باكج من الماضي فهل العلاج هو بس في الخلاص ولا كتير مرات أنه هاي السيمترلة الكبيرة من الاضطرابات التي جايبينها معها بتأثر على نموه على نضوجه على تعامله مع الآخرين يعني كيف ممكن نتعامل شوف أخي المحبوب ومشاهدين الكرام في حالات معينة اللي الله تدخل بطريقة معجزية أنا رأيتها لابد أنك رأيتها مرات تير لما إنسان يأتي إلى المسيح رب يعطي شفاء كامل لكل الإنسان ترى إنسان جديد بكل معنى الكلمة على كل الأسعاد فيتدخل الله بطريقة معجزية لكن المعجزات هي دائما حتى في الكتاب هي ليست النورم ليست النمط الطبيعي هي الاستثناءات يعني بعض أحبائنا اللي بركزوا كتير على أنك إذا أنت مؤمن يجب أن تكون شافي معافى بالكامل من أي نوع ضعف أو مرض من أي نوع هذا ليس صحيح إذا نطلع الكتاب المقدس في مرحلة معينة بإيام موسى حصلت معجزات مرحلة ثانية على أيام إليا وأليشة حصلت معجزات مرحلة ثالثة على أيام الرب يصوع الرسل حصلت معجزات في مرحلة رابعة في الضيق العظيم يقول بيوئلة معجزات خارج هو تلات مراحل على مدى ألاف سنين من التكوين إلى أيام المسيح لو أحصيت كل المعجزات خارج تلات مراحل على مدى 4000 سنة تكاد لا تكون 14 أو 15 معجزة فقط إذن الله يتعامل مع طبيعة البشر ومع نمط الحياة الطبيعية والمعجزة هي ليست الواقع النمطي وإنما الاستثناء ويستطيع الله اليوم أن يعمل معجزة ويشفي لأجل ذلك نصل لأجل شفاء الناس لكن لن نتوقع بأن كل حالة تشفى بهذه الطريقة ولكن لو قلنا أن المسيح يتدخل ويشفي أمراض الإنسان بالكامل فنتسأل هل الإنسان هو فقط روح؟ الإنسان هو روح ونفس وجسد في البعض يقولون الروح والنفس هي شيء واحد ما رح أدخل بهذه التفاصيل لكن حتى اللي يقولون هي نفس الشيء لكن نستطيع أن نصل هذه الروح عن الروح العلاقة مع الله والروح أو النفس بمعنى المشاعر والعواطفة لكن لنقول أنه الإنسان هو مركب من هذه الثلاثة مثل طاولة لها ثلاثة أرجل لو أنت ضربت أي رجل من هالثلاث أرجل ستقع هذه الناحية وستقع معها الناحيتين الثانيتين فلن نفترض هذه الطاولة قائمة على الجسد والنفس الروح سقطت الروح إن الإنسان وقع بسبب خطيته وذنبه والضمير التعبان ستقع الروح لكن النفس ستهوي والجسد الأعصاب النفس الفكر الأعصاب والجسد الصحة الرزاني لو الجسد وقع تقع اثنين لازم ننبع لهذا الموضوع ولما الإنسان بيجي معاني بيكون معاني على كل الأسعدة فإذا كانت علاقته مع الله سيئة علاقته مع الناس تسوق قراراته تصير غير حكيمة وغير متوازنة وبالتالي جسده بيتعب وبيمرض وإذا الإنسان تعبان جسديا مريض جسديا وما عم بيعالج نفسه نفسيته بتتعب وبالتالي وينك يا رب وليش تركني لأجل ذلك يجب أن نعرف دائما أنه ثلاثة مترابطة وليجب أن نعرف ماذا الذي سبب سقوط الاثنين الباقية هل مشكلته سوري مشان هيك رسول بولوس صلاته كان ولتحفظ روحكم ونفسكم وجستكم كاملة كاملة أمين فألا بيتعمل مع الهولنس تماما فأول سبب واحد بيقول مثل أي طبيب بيروح أنت عندك سكري ما الذي سببه ميراثي أكل السكر عدم الحركة لازم نعرف شو السبب مع العلاج لازم نعرف هالشخص مشكلته صحية جسدية مع مبنام مع مياكل لأجل ذلك انهار عالمه الآخر أو مشكلته نفسية مرضية أي اضطرابنا اللي حكينا عنه لسبب انهار عالمه الآخر أو مشكلته روحية غير حكيم روحيا يأخذ قرارات ليست في طاعة الله علاقته مع الله مخروبة فبالتالي علاقته مع البشر مخروبة لما الإنسان يأتي إلى الله رب يخلص أرواحنا ويفتدينا ويعطينا وجد نظر جديد في الحياة لكن هذا لا يعني أنه أوتوماتيك اللي بطريقة تلقائية شوفينا على كل الأسعادة هذه كما قلنا هي الاستثناءات المعجزات وليست لأجل ذلك لو أنت بدك تقود السيارة من مدينة ألف إلى مدينة بي بعيدة ساعتين باتجاه الغرب وانت لسبب من الأسباب اتخذت اتجاه الشرق لمدة ساعة واكتشفت أنك غلط واعترفت أنك غلط وأخذت اليوترن هذا لا يعني أنك ستقفز مباشرة وتصير في المدينة بي أنت لازم ترجع إلى المدينة ألف وانت تمشي باتجاه مدينة بي بس المهم أنك تدرك أنك على خطأ تدرك أن السرعة والاتجاه خطأ وتوقف وتعترف وتأخذ اليوترن وبعدين فيه طريق للعلاج لذلك هناك خلاص يعمل مسيح في حياتنا لكن فيه وقت يهذب فيه أرواحنا وتفكيرنا وأولوياتنا وماضينا كمان وماضينا وشخصياتنا وبالتالي علاقاتنا وفيه ناس بيضلوا كل عمرهم نعلقانين على اليوترن أو برجع لنقطة الانطلاق لكن قلائلهم الأشخاص من يعيشوا حياة التقديس بطاعة الرب والرب غير ناس أول مرسل أرسلوا المسيح أول مرسل أرسلوا المسيح على السي في طبعه كان مكتوب نقطتين شو خلفيتك مجنون سكنك قبور مسلكك عريان مجرح نفسي ولا الآخرين لا أضبط الرب غيره طرد منه الشياطين وأرسله مجنون كورة الجدريين أيها فيه تغيير أحيانا جزري وفيه أحيانا تغيير يبدأ المسيح العمل عليه ولا ينتهي بنا إلا حين نغادر هذه الحياة هذا حياة النمو حياتنا المفروض حتى نكون مشابهين صورة ابنه فهذا بروسس أيها لكن فعلا فيه ناس بالخدمة منشوف أنه فيه ناس بتتغير وبيتغلبوا وفيه ناس جايبين الماضي معهم فمحتاجين شغل صحيح ونحن دائما إذا نخلي أمامنا الصورة إلى أين نريد أن نصل أن نصير أنا كنت روح على الجيم معظم الأحيان روح على البيسكليت البسكليت يما هذه السجاد اللي بتبرم تبيروا له فأنا ووقف وبمشي وقت بيأخذ معي شي بتفرج عليها وبتسمى عليها وقات أمامي في هذه الأفضيات اللي عم بيشيروا الأفطال لكن انتبهت أنه إذا تجهوا لهذا الاتجاه أو هذا الاتجاه أو هذا الاتجاه في الغرفة تبعهم إما هناك التيفي شاشة وإما هناك صورة لأرنولد واقف وهو بيطلع نطلع فيه وعم يشتغل وكانه بيقول أنا بحب بصير مثل هذا الشخص لو نظر لإلي ما عنده كتير محرد أنه شوف حاله أحسن مني يكتفي بس دائماً أمامه هذا الشخص الفضيع نحن أمامنا صورة المسيح مش بشكله ما بنعرف شكله ومش مهم مثل بعض الأديان قرأت يعني كتاب تبعهم الحديث يقرؤون كيف دخل النبي إلى التولات كيف نظف نفسه وبأي رجل وبأي نتجه ويحاولوا يقلدوه السلفي المزمى أنا لا يهمني المسيح كيف دخل للتولات لا يهمني أبناً أنا يهمني كيف أدخلني إلى السماء لا وكيف دخل شخصيته أربياته صفاته تماماً حياته أفكاره مش شكله كيف كان يفرق شعره على النص أو على جنة طويل أو قصير ودقنه لو المسيح كان يعيش في أيامنا لما عاش ولبس كما لبس يحنى المعمدين من 2000 سنة أنا أظن كان يلبس تي شيرت وجينز لأنه كان بسيط ويذهب إلى السوق يتعامل مع هالناس المحتاجة شخص وفكر فلما نحن عنا مثال أعلى الشابين التسوق والسيارة الأكثر حداثة والبيت الأجمل والأكبر والممثلين والفنانين وهذا سأتعب كما هم تعبنين وأنهار ما عم بتهمهم بشيء سيء لا ولكن الناس اللي بعيشوا بحالي من الشهرة يعني بيكون تحت ضغوط كثيرة وحياتهم كتار منهم صعبة لكن لو أنا كان مثالي المسيح وابتدأت في الرحلة معه المسيح سيعطيني سلامه قال سلاما أترك مع الصليب حملنا الصليب لكن مع الصليب قال حملي هين وخفيف لأجل هدف نبيل وسامي وأبدي وإلو معنى وراقي ونظيف وطاهر وليس تتألم بس لحتى تسابق العالم مثل بقوله بالانجليزي سبق الجورذان على الجبن لتناتشها هذا ورح نحكي فيما بعد إذا شاء الرب في حلقة عن الضغوط والإجهاد أنا كانت سألت عن العلاجات المتاحة هل في فرق بين العلاج النفساني العلماني والعلاج النفسي المسيحي هذا سؤال في غاية الأهمية والسب هو التالي في كثير علماء نفس مسيحيين يرفضون أي تقارب نفسي ساكلر علماني لأنه بيعتبر أنه هذا أمر ليس من الكتاب أنا أحترم كل شخص بأي تفكير لكن أقول الكتاب لا يذكر شيء عن أمراض القلب ولا الفالج ولا السكري فلماذا أقبل البحوث الطبية لكل الأمراض ولا أقبل البحوث الطبية للأمراض النفسية والعقلية هذا جهاز في جسمي جهاز العصبي والكيميائيات مثل أي جهاز آخر الكتاب المقدس ليس كتاب طبي وكتاب روحي طبي روحي سنتعامل مع الموضوع فيها هذا على التطرف الأكسريم التطرف الثاني لما أنا أقدم نفسي للناس كراعي كنيسة لما أقول أنا مثلا عندي دكتورة بعلم نفس وكأن هذا شيء أسمى بكثير شو يعني علم النفس سايكولوجي لوجي بتعرف يعني العلم 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 سايكولوجي أي اللوجي بالسايكو هي كلمة يونانية بسيخية بسيكولوجي بسايكولوجي بسيخية أي النفس نفس فمن هو الذي خلق النفس الله فخالق النفس هو الأجدر بإصلاح النفس فإذن هناك نواحي اختبارية مجهرية بالمختبر بالستاتيستيكس بالمراقبة نعرف أن الناس اللي بيتصرفوا بهذا النوع من الخلل تسمى حالتهم كذا أو كذا أو كذا ولكن أحيانا كتير بقولوا أنا رحت عند عالم نفسي مسيحي بدي عالم نفسي مسيحي أو مستشار مسيحي شو يعني مسيحي يعني هو مسيحي أو مؤمن هذا مش علاج مسيحي لازي يكون المعالج مسيحي ويكون العلاج مسيحي وانا برأي نحن نحتاج الاثنين للناحية الطبية الفيزيائية العقلية العصبية محتاجة إلى الدواء ونشكر الله لأجل الأطباء لأجل الباحثين والمختبرات أكيد فيه أهداف مالية أحيانا ولكن هذا لا يكفي ورح أرسم حاول أرسم خط شرخ كبير بين الاثنين تكلمنا أين يتفقه الأمور الاختبارية الأمور الإحصائية لكن أين يختلفه هو للأسف هنا للأسف معظم علم النفس لا يعترف وجود الله اللي بسيطة لا مش بسيطة لأنه وقت لما تختار الخيار A يقودك للخيار B لما الله مش موجود إذن أنا لست مخلوق إذا لست مخلوق إذن أنا لست على صورة الله ومثاله لا يوجد باترن ما في أرنولد هو بيرسم أرنولد فإذن أنا مخلوق أنا سبيشيز أنا فئة من المتطورات متطورات آخرها كان القرود إذن لا يوجد خطية إذن لا يوجد خطية فإذن أعمل ما تشاء أربعة إذن لا يوجد مقياس للعلاج لأنه لا يوجد حق مطلق ما هو حق لك قد يكون غير مقبول لي وما هو حق فأنت مصدر الحق إذن العلاج يأتي منك العلاج النفسي والتفكيري نحن نعرف هذا ضد كل ما يقوله الكثير المؤدس أنه يوجد خالق خلقنا على صورته ومثاله يوجد قصد وهدف يوجد باترن مثال أعلى يوجد حق يوجد مشكلة اسمها الخطية ويوجد علاج اسمه طريق الله الحق هو من خارجي وليس مني هذه النقطة المهمة كنت أتعامل مع عائلة مش من زمان والرجل مش مقتنع بالنصائح الرعوية إذن اللي بدروه عند طبيب نفساني بدروه عند طبيب نفساني فروه عند طبيب نفساني هو يعاني من بعض الصعوبات مثل بكتار من البيوت وهذا مش آفة مش مصيبة مصيبة إن لم تعالج مع زوجته خلافات على أمور مالية ربما على أمور حياتية وغيرها باختصار هو لا يشعر أنه زوجته تعطيه الوقت الكافي والاهتمام الكافي حتى نبقى بالعموميات ذهب إلى طبيب نفسي غاب جمعتين ثلاثة بعدين زارني خير إن شاء الله قال لي ذهبت إلى الطبيب النفسي استمع لي ووقعته بيشعروا بهذه الأيام الكانسلور ساكلر كانسلور يعني العلمانيين إنه غير أخلاقي أنه يعطوك نصيحة لأنه من أنا لأعطيك نصيحة؟ يجب النصيحة أن تأتي منك كمريض أو معاني استمعت له استمعت له استمعت له بالآخر قلت له أمامك ثلاث خيارات إما أنك تطلق إما أنك تتقبل الحالي وإما أنك تبدأ تنظر تبحث عن إمرأة أخرى لحاجاتك وتكمل مع زوجتك ويكون زوجتك في البيت وإمرأة أخرى لأمور أخرى هذا فأنا لا أحتقر وأستخاف بمعلومات الطبيب النفسي ربما عنده أكبر الشهادات ونحترم لكن ما في علاج لو نفس الشخص أتى بنفس الحالي إلى معالج مش ضروري يكون عنده ماجستير أو دكتورة كانوا بالزمانات عند مين يروحوا أخ نزار قال الحدثات إذا عنده المشاكل لمين يروحوا عند المسنات عند الماما عند العجائز يلي حفظت الإيمان يلي غسلت أرجو القدسين يلي استضافت الغرباء في بيتها يلي سلكت السلوك المسيحي هي بتعلمها أوقات تير من فكر بدنا الشهادة الكبيرة فوق رأسه للشخص تقي يحب الله عنده حكمة روحية تتجاوز بأضعاف ليه؟ لأنه عنده المصدر الصح اللي هو كلمة الله اللي هو شفاء وعلاج لأرواحنا ولنفوسنا لما يجل عندي هذا الشخص أكيد لازم نحكي معه نحكي مع زوجته ونشوف المشاكل ونشوف عشو مختلفين عشو متفقين شو هي الأمور الخطيئة اللي عم يعملوها يعني لما الزوجي مثلا أو الزوج لا يهتم بشريك حياته ولا يعطيه الوقت الكافي يركز على نفسه هذه الأنانية بينما الزواج هدف الزواج أنا دايما لما تنام بني يتزوج ويقعد أنا وياهم إعدادهم للزواج وأسألهم هذا السؤال بعبارة وحدة ما هو هدف وقصد الله من أنك تكون زوج لفلان أو زوجة لفلان أنا سمع أمور تيري لكن أنا مقتنع كتابية من أفضل الأجوبة هو التالي أن أجعل شريك حياتي أسعد إنسان مسيحي في العالم هذا واجب الأول لأن معظم الناس بتقول له ليش اخترت فلاني لأنها تشعرني بالمحبة ولأنها تستطيع أن تكون أم أولادي لأنني تحتو أنا مع من دولة نحن أنانيين ماذا لو رب أعطاك واحدة لكي أنت تسعدها وتشعرها وتحملها وربما عندها نقص لكي تكمل نقائسها فبنقول تابو ماذا عني لو هو طبق نفس الشي أن يعيش لإسعادي وأنا أعيش لإسعادي نكون الاثنين مرتاحين لكن أكيد العلاج مش بالطلاق كتار من الناس بيقولوا لو عرفنا كل في الطلاق لا أدركنا أن كلفة العلاج والمصالحة كانت أقل بكتير لا يقولوا عن كلفة المالية فإذن ليس في الطلاق وليس في الخيانة ولكن بالقبول والصبر والنعمة والمحبة والعطاء والسند والرفع والسابورت وانتظار الله فإذن العلاج مختلف ليس لأننا أذكى من غيرنا ليس لأن المعالج أو الراعي أو العجائز أذكى من الآخر لا ولكن لأنه حين نرفض الله إذن نحن نرفض المشكلة وهويتها وحين نرفض المشكلة وطبيعتها يكون العلاج غير ناجز لو أنت رحت عند أفضل طبيب بالعالم لكن يعني قال ظن أنه عندك مشكلة بالقلب بينما أنت عندك مشكلة في الزبزبات الدماغ أي علاج يعطيك إما قاتل إما غير نافع فتصور المشكلة هو المفتاح لتصور الحل يعني أنت لمست تقريبا شيء معين عن السؤال كنت عاوز أسألك فيه عن الحلول الكتابية المسيحية لأنه هذا وغرض البرنامج طبعا نوصل يعني رسالة الرب ففيه أكيد أكيد حلول كتابية للإضطرابات النفسية فيه حلول كبيرة بكبر هذا الكتاب لأنه كل ما كتب كتب لأجل تعليمنا لأنه ليس بالخبز وحده يحيي الإنسان بل بكل سفر لا بكل إصحاح لا بكل آية لا بكل كلمة تخرج من فم الله هيامة أنا أعرف على حياتي الشخصية كنت مضطرب مهموم منزعج وقرأت أي كلمة في كلمة الله بحالة معينة اجتازها فلان أو تعليم وشعرت وكأن الله يعني أكبر إنجاكشن أكبر إبرة مهدئ أو غيره ما بتعمل عمل هذه الآية فإذن الحل إذا كان جسدي إذا كان مشكلة هذه الطاولة التي الرجل اللي انكسرت جسدي لازم عالج جسدي ممكن يكون بالطعام الصحي بالرياضة بالدواء بالراحة إذا كان العلاج فكري لازم غير طريق التفكيري ولكن بكل الأحوال الله هو جزء من المشكلة إذا جزاز تعبير أو الأمور الروحية جزء من المشكلة وأكيد الله هو الجزء الأكبر في الحل كيف واحد أعطي بعض النصائح العملية الروحية بعدين بعض النصائح الليهوتية الروحية أعرف أن الله سيد نبدأ من هنا الله سيد يتحكم بمجريات الأمور في حياتي ليش عم بيصير معي هاك فرق كبير إذا روضت فكري كل يوم ليه عم بيصير ليه زوجتي هاك ليه زوجتي هاك ليه ابني مريض ليه ابني مريض ليه ابني مريض إذا هاك فكر كل يوم بعد أسبوع بتنهار أعصابي لك إذا قلت له أشكرك يا رب وضعت شريكتي في حياتي ساعدني أنا أبذل نفسي لأجله كما أنت بذلت نفسك لأجله ابني مريض أشكرك يا رب بده يعيش سنة سنتين عشرة أنت حطيتني يكون خادم كما أني أنا مريض يا رب وأنت تطيل بالك علي تريد أن تتمجد أعطني سلامك يا رب فإقبل أنك أنت كإنسان ممكن تمرد والمرض أو الضعف أو المعاناة أو المصيبة جزء من حياتنا البشرية إقبل لا تكون متواهم أنا مؤمنة صرت فوق الظروف وفوق الفقر وفوق المرض وتعرف النمط من التعليم الرائج هذه الأيام وهو جميل ويجد بالمستمعين لكنه مش صحيح ومدر على المدى البعيد إذا عندك أحد أقربائك في بيتك الفط نظره في محبة أنه ربما أنت تعاني منه أنا مراتي بإلى زوجتي مرتي أنا معرض تحت وطقة الضغوطات الحياة والخدمة بيوم الأيام يعني اخسرت لوز أو افق طبعي أو إذا بتشعري كلامي أو تصرفي أو أفكاري غير صحيحة أرجوك بسبب محبتك لي أنذريني وقولي لي بإني أنا عندي مشكلة أروح أشوف طبيب فإقبل أنك تزور طبيب أن تأخذ علاج معين كلم الآخرين في محيطك بأنه عندك عندك هذه المشكلة لا يعرف كيف يعاملوك وربما هم محتاجين يروح يزور الطبيب أيضا أنا كنت وقد رحت لتخرج من بشاتة الدكتورة بالكلية المسؤول عن الاختصاص اللي أنا درسته كانوا يفعن بيقول أنا عندي هذه الحالة العصبية حالة عصبية معينة ADHD Attention Deficit Hyperactive Disorder هذا الشخص ما يقدر يضبط نفسه وقال أنا بيأخذ علاج طلعت لو عنا البيئة العربية بيخبوه وأحدا يعرف هذا أستاذي وهو قال لأنا عن مشكلته فخلينا نكون واقعيين في الحياة غير نمط ظروفك غير نمط حياتك وإن لم تستطع أن تغير ظرفك غير نظرتك لظرفك مرة قلت لأ شخص كان مكتئب جدا ومتوتر جدا قلت له أخي عندي لقلك هومورك بكرة من وقت اللي بتصحى خد وراء وقلم قلت للمسه بكرة كل ما بتتذكر مشكلة في حياتك أو ضعف أو شيء سيء بمحيطك بحياتك بجيبتك بصحتك بمرتك بابن عمك بالبلد بالبرد بالتلج اكتبها كل ما تذكر روح تاني اكتبها لكن اقرأ اللي قبلها للمساء فقط وقل لي ماذا ستشعر تقول له النهار اللي بعده قال لي عم لا أكتبها من هلأ اكتأبت تقول له النهار اللي بعده قول هادي لو أجو على فكرك قول هادي طبعا بارح اليوم أنا رح أعمل العكس من الصبح أول ما أفتح عيوني أقول إلهي حي يحبوني اكتبها يسوع مات لأجلي وأنا مقبول فيه أنا ابن لله أنا ظروفي وقتية مهما طالت الحياة الأبدية لي وتذكر البركات في حياتك نحن نقول النصف المليان الكبين قول فيه برد لكن عندي الشفاج في البيت قول أنا مالي محدود يعني أموري المالية محدودة ولكن أنا عندي سقف فوق بيتي يقول قلت له خبرني بالمساء شو بدك تشعر كيف نوجه أفكارنا لأجل ذلك بقول آية كتير حلوة بفليبي أربعة آية علاجية نقرأها مع بعض أظن أنه تدقل نقترب النهاية الحلقة أيها فيه قدامنا بقول بولوس الرسول في فيليبي أربعة ودبل تمانية أنا هيك بحفظ الأيات أربعة تمانية أخيرا نهاية رسالة فيليبي هي رسالة الفرح ذكر فيها كلمة الفرح والسرور ومشتقات خمس وعشرين مرة بأربعة صحات وبولوس الرسول كتب هذه الرسالة من السجن بدهاليز روما ومربوط بسلسلتين كتب قال أخيرا يا أخوتي كل ما هو حق بالآخر بقول بهذا يفتكروا فكر بكل ما هو حق لأن المرات تتير نحن نفكر بأمور مش عق أنا أجت آخرتي بكرة ما رح يطلع علي العالم سينقلب كورونا رح تقتلنا مش صح كل ما هو جليل لأنه قات تير نفكر بأمور دنية تلاتي كل ما هو عادل جست كل ما هو صح أربعة كل ما هو طاهر كل ما هو مصر شي بفرح فكر بالإشار بتفرح كل ما هو صيته حسنا إن كانت فضيلة إن كان مدح بريز مش أنت يا ولد بشكر الله أعطاني إياك هذه يفتكروا موضوع تدريب الفكر وقبول مشيط الله في حياتنا أنا عارف أنه الوقت أزف أسيس نيكولا بشكر رب من أجلك ويصلي من أجل خدمتك وعاوز أقول لكل المشاهدين فيك تشاهد الحلقة كمان على الفيسبوك إذا بتحب تعرف أكتر وأنا متأكد أنه الحلقة يمكن ما وفينا حقها لأنه واضح أنه في لسه كلام طبعا بس بصلي من كل قلبي إذا أنت فعلا بتعاني إذا عندك أسئلة بتحب نوجهها للأسيس نيكولا هو كمان متخصص في هذا الموضوع بكل سرور إذا ما عندك مانع نحول أسئلة المشاهدين لإلك في هذه الحلقة لكن عاوز أقول أحبائي غرض الله أنه نعيش بالسلام نمتلئ بالفرح نغمر بحضوره نتمتع بحياته وبعدين إحنا عم ننمو في الرب يوم بعد يوم إحنا مش كاملين غاية الخلاص هو أن نكون مشابهين صورة يسوع هو مثالنا هو كمالنا هو جمالنا إحنا نحاول نتشبه بالرب يسوع المسيح الرب يباركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر